السلام عليكم في الحلقة هذه سنتحدث عن أكثر فيلم مرشح لجوائز في الأوسكار سنة 2018 وهو فيلم The Shape of Water فيلم The Shape of Water مرشح لأهم الجوائز تقريبا في الأوسكار منها أفضل فيلم أفضل ممثلة أفضل مخرج وكمان جوائز إضافية مثل أفضل سينماتوغرفي وأفضل موسيقى وغيرها موسيقى لماذا أبدأ أتكلم عن القصة؟ أقول شيئا بسيطة في الستينات و السبعينات كان هناك شيئا اسمها الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي اللي هو اليوم روسيا وأمريكا الحرب الباردة دي بين البلدين كانت أنهم يتجسسوا على بعض وكل واحد يحاول يثبت للعالم أنه هو القوة العظمى وسميت الحرب الباردة أنه لم يكن هناك صواريخ لم يكن يتقاتلوا مع بعض لكن فعلا كان هناك حرب في الخطابات في التنافس في العلاقات بين الدول والأهم في الاختراعات ومين فعلا يملك أقوى شيئا عندهم في العلم في الدراسة في الاختراعات وكل شيئا في وسطها كله وفي الستينات كان فيه بنت ما تتكلم تسمع لكن ما تتكلم البنتي تشتغل كعاملة نظافة بأحد الجهات الحكومية في يوم من الأيام الجهة الحكومية دي الجهة الحكومية دي يجيها شحنة الشحنة دي عبارة عن مخلوق غريب المخلوق ده سمكة بشكل رجل أو رجل بشكل سمكة الجهة الحكومية هذي كان تعمل عليه اختبارات جزء من التنافس اللي كان ساير مع روسيا البنتي اللي بتشتغل في الجهة الحكومية هذي تشوف الشي ده بالصدفة وتبدأ تتعلق بالمخلوق ده ببساطة هي علاقة رومانسية بين بنت فقدت القدرة على الكلام ما لدي تتكلم وفوق ده كله ثقتها في نفسها الصفر ومع مخلوق غريب ما احنا عارفين اش أصله من فين جا وفوق ده كله تحت رحمة الجيش الأمريكي وتحت رحمة الحكومة الأمريكية فكيف هيتكلم وكيف هيتواصل وكيف تبدأ العلاقة أصلا بينهم وكيف المشاعر ده تبدأ تتقل من واحد للتاني الفيلم ده تقريبا زي The Beauty and the Beast أو الجميلة والوحش بعيدا كل البعد عن عالم ديزني الحالم لكن نفس الفكرة إنسانة مخلوقة طبيعية وتتعلق بإنسان متوحش أو مو إنسان حتى مخلوق متوحش كيف الشي ده وكيف العلاقة دي بتصير بتوضح رسالة جدا جميلة إنه دائما الحب يجي في أغرب الأشياء لأنه ما يعتمد له على الشكل ولا يعتمد على منصب ولا يعتمد على حاجة يعتمد للإنسان يكون فاقد شيء وممكن يلاقي شيء ده اللي يفاقده في أي إنسان في أغرب الأماكن في أبعد الأشياء كمان فلو جينا على التمثيل التمثيل هنا رغيب التمثيل من كل الأفراد تقريبا كان قمة في الإبداع كل الأفراد تقريبا قدموا دورهم بالمسطرة وأكتر لو جينا مسكنا المثل الرئيسي اللي هي مرشحة لجائزة الأوسكار كأفضل ممثلة سالي هوكينز سالي أصلا ما هي معروفة يعني ما هي معروفة جدا فالترشيحة هنا كان جميل لأن أول مرة أشوف قدرات إنسان أنا ما أعرفها قبل كده هتقدم لك شخصية الإنسان البقمة اللي ما تتكلم بطريقة راقية جدا غير مملة أبدا بتعابير جدا جميلة وصادقة هتوصلك واللي ساعد سالي هوكينز بشكل جدا كبير هو الإخراج برافو 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 لديلتورو على الإخراج العظيم في الفيلم هذا الفيلم ده يعتمد اعتماد جدا كبير على الفيجولز على الناحية البصرية على الموسيقى على إنه يدخلك عالم غريب نوعا ما على الرغم إنه مو عالم خيالي العالم اللي إحنا عايشين فيه اليوم لكن نوعا ما وإنت بتتفرج بتحس نفسك في منطقة مختلفة تماما وكل ده لعب دور بالسينماتوغريفي اللي نقاها صح بالفيجولز اللي عملها صح وبالموسيقى اللي كان ينقيها ويدخلها في المشاهد بطريقة جدا جميلة وكمان اختياراته للأشياء كانت جميلة لأنه في الماضي ما طلع لك برا في الشارع كثير ما نزل ورانها العالم الخارجي ركز على أماكن بسيطة جدا أخذ البيت شكل البيت ديكور البيت فكرة إنه البيت أصلا موجود فوق مسرح الموسيقى وميتة يدخلها بالذات مع سالي هوكينز في الأدوار وفي الدور حقها وفي المشاهد حقتها لأنها ما تتكلم فالموسيقى نوعا ما مع تعبير الوجه هي اللي كانت توصل للمشاعر اللي كانت بتوصلها ومن ناحية الثانية عرغم أن التمثيل كان رهيب عرغم أن الفيلم بشكل عام كان ممتع لكن العيوب اللي فيه كانت أساسية لدرجة حتى ما أقدر أعتبر أو ما أقدر حتى أني أرشح الفيلم أني يفوز بالأوسكار أول عيب والعيب الأساسي أنه قلب القصة كيف العلاقة أصلا صارت بين سالي هوكينز بين الشخصية دي وبين المخلوق صارت بسرعة ما أخدوا وقتهم ما ورونه كيف المشاعر دي تبدأ بأحداث أكتر بمشاهد أكتر لقيت كل حاجة كان مستعجل وصلت للعلاقة وصلت للمشاعر اللي حسينها البعض لكن أبدا جات بطريقة جدا سريعة ما بين الأحداث بطريقة تخليني أقتنع أنه ممكن إنسانة تحب مخلوق بالطريقة دي بسرعة هذه حاجة ثانية ممكن ما تكون رئيسية اللي هي النهاية النهاية كانت جدا متوقعة ما أظن أي شخص حيشوف الفيلم دا ما حيتوقع إيش هي حتكون النهاية ومع كون النهاية متوقع شعال عامل ضروري هو عامل الإنبهار حتى المشاهد الأخيرة في الفيلم بالنسبة لي كانت أضعف المشاهد في الفيلم كله فلو جينا للجوائز الأوسكار والفئات الرئيسية اللي مرشح فيها الفيلم دا يستاهل جائزة أفضل مخرج لأن الإخراج هنا كان إبداع كان سبب رئيسي بالاستمتاع في الفيلم عن رغم من القصة المتوقعة ويستاهل كمان أوسكار أفضل موسيقى لأن هذه أجمل موسيقى شفتها في الأفلام كلها اللي عرضت أو مرشحة للأوسكار الموسيقى لعبت دور كبير الموسيقى كانت تتكلم في الفيلم دا ولو جينا للمثلة سالي هوكنس تستاهل الترشيح بلا منازع تستاهل تترشح للأوسكار لكن هل تفوز بالأوسكار شخصيا أشوف أدوار ثانية في أفلام الثانية كانت أقوى ولو جينا للفيلم نفسه الفيلم ممتع لكنه متوقع لأبعد درجة التمثيل فيه حلو لكن ما قدر أنه يبهرني في الأخير عشان كده أنا ما شوف الفيلم استاهل الأوسكار ويأخذ معي سبعة ومص من عشرة كان معاكم ماهر موسلي أشوفكم إن شاء الله الحلقة الجانب موسيقى